في بداية كلمتي أوجه شكر لبرستيتوان هذا الموقع الإعلامي المتميز على استضافته لي لكي أتكلم عن فوز الأخير بجائزة المالك فيصل في اللغة والأدب بعد أن تم ترشيحه من جامعة المالك سعدي كلية الأدب فوز هذا بالنسبة إلي لم يكن مصادفة كان نتيجة جهد ممتد في الزمن فكتباتي ترجع إلى بداية التسعينات وكان أول كتب كتبته هو مقولات بلغية في تحليل الشيح ثم بلغت النذرة والبلغ والأصول وهكذا لكن مشاركتي في هذه الجائزة كانت بواسطتي خمسة كتب رشحتها هي كتب بلغة الحجاج الذي فاز بجائزة شيخ زيد 2018 ثم بكتاب خطاب الأخلاق والهوية مقرر بلغة الحجاجية لرسائل جاحد وهو الكتاب الذي وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة نفسها في 2017 ثم كتاب البلغة والرواية الذي فاز بجائزة كاتران للنقد بالإضافة إلى كتابين أخرين هما البلغة والأدب وبداية الخطاب البلغي وكما تلاحظون إذن أن معظم الكتب التي رشحتها هي كتب إما متوجة وإما أنها وصلت إلى المراحل الأخيرة من التتويش البلغة الجديدة بالنسبة التي كانت موضوعا للجائزة هي حقل جديد بدأ في التسعينات وبدأ البحث في التسعينات وهناك مجموعة من البحثين الذين يشتغلون بهذا الميدان وخاصة في تونس والمغرب وكنت أتوقع أن أكون المنافسة بين تونس والمغرب لكن لقوانين الجائزة لا أعرف المترشحين ولا أعرف المحكمين ولا لجنة الأماناء فأنا أتحدث فقط من زاوية أن هذا الحقل هو حقل جديد بالنسبة إلى مشروعي أنا بدأ قبل في الحقيقة بدأ في أواخر التمانينات عندما انخرطت في مغامرة فكرية تطوير البحث البلاغي بعد أن بدأ لي بأنه عقيم وجامد ويعاني معضلات متعددة فدخلت مع المرحوم محمد أنقار في حوار مستمر حول تطوير هذا الحقل إلى أن فتحت وأنتجت مجموعة من الكتابات يمكن أن تقول إنها تدخل في البلاغة الجديدة بشكل من الأشكال لكن البلاغة الجديدة باعتباره مصطلحا محددا يقصد به بلاغة الحجاج أي النظريات أي البلاغة في بعدها الحجاجي وليس في بعدها الجمالي البلاغة الأرستية التي تم إحياءها وبعتها من جديد مع بيرلمان في كتبه الشهيرة إلى غير ذلك إذن بالنسبة إلي أنا لم أشارك الكتبين لم تشارك في البلاغة الجديدة بمعنىها التقنية بمعنىها الاستلاحي هي شاركت في البلاغة الجديدة بمعنىها التجديدي بمعنى أنني دخلت في تجديد هذا البحث البلاغي منذ كتابي مقولات بلاغية الذي لم أشارك به وكل كتب في البلاغة سواء كنت أحلل رواية أو أحلل رسالة نصرية تنتمي إلى القرن الثالث الهجري أو كنت أحلل نادرة مضحكة هزلية إذن خلاصة الكلام وكما جاء في كلمة اللجنة التي منحتني الجائزة أن من المعايير التي انطلقت منها هو الاستمرارية والأصالة والعمق وارتباط وكون أن الباحث يمتلك مشروعا وأن هذا المشروع فيه أصلة وهذا الملمح في الحقيقة أسعدني كثيرا أن تكون اللجنة قد تنبهت إلى هذا الملمح أنا في الحقيقة في غاية السعادة لأن مغامرة الفكرية في هذا المجال قد توجت بجائزة مرموقة وقبل ذلك بجائزة أخرى أيضا مهمة جدا بمعنى أن هناك تقدير للجهد الذي قمت به أنا أشعر بالفخر لأنني استطعت بهذه الجائزة أن أظهر قيمة البحث العلمي في المغرب مع الآخرين الذين أيضا فازوا قبلي وأشعر في النهاية كما قلت في مناسبة أخرى بالمسؤولية الكبيرة جدا مقتع العاتقي لأنني الآن مطالب بأن أفكر قبل أن أكتب مليون مرة لأن القارئ يقرأك أو يطلب كتابك بشكل ملح لأنك قد فزت هذه هي الكلمة التي يمكنني أن أقولها في هذا السياق في ختم هذه الكلمة أن أهدي هذا الفوز إلى الجامعة جامعة مالك السعدي التي أنتم إليها واحتضنتني ورشحتني للفوز بطبيعة الحال وأهدي أيضا للطلابي طلابي الذين آمنوا بي منذ البدايات الأولى التفوا حولي وشجعوني وناقشوني واحتضانوني فهم يستحقون هذا الإهداء وأتمنى أن أكون قدوة لهم في أبحاثهم المستقبلية وشكرا لكم جميعا